أهلا بك معنا سيد إيهاب يعني يمكن متباينة جلسة اليوم على أقل تأدير ممكن نوصفها بالمنتصف غيرت لاتجاه الإي جي إكس عادة مرة أخرى للون الأخضر بعد التراجعات الجماعية للمؤشرات السؤال المطروح لماذا لا نرى هذه الارتفاعات على المؤشرات المصرية على الرغم من الحصيل الخضراء اللي عم تحققها المؤشرات الخليجية الأخرى العوامل الداخلية هل ما زالت يضغطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد برضو غياب الأخبار المحفزة بالنسبة للسوق المصري في الوقت الحالي يعني إحنا لو بصنا على الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا كنا هنلاقي تقريبا نفس الحركة اللي بتحصل فيه الأسواق الخالجية خاصة السوق السعودي وسوق الإمارات سواء سوق دبي أو أبو ظبي كنا هنلاقي أن المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 إلى حد ما بيتحرك معهم بشكل منتظم جدا يمكن كان هو تأخر في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية بالنسبة له اللي هي عن 6 ألاف نقطة عن سوق السعودية أو سوق دبي لكن في النهاية هو اخترق هذا المستوى اللي هو كان 6 ألاف ولكنه يعني ما رحش بعيد أو رح 6 ألاف وخمسمية من برح شوفنا دبي كانت بتقترب من 3 ألاف ومية والسعودية النهاردة بتقرب من 8 ألاف ومية تاني يعني بيوصلوا صعودهم في اتجاههم الصاعد سواء قصير أو متوسط الأجل لكن السوق المصري واضح تماما أنه فيه غياب للأخبار المحفزة حتى الخبر المتعلق بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي للمرة الثالثة على التوالي من قبل المركزي المصري ما أثرش بشكل كتير أو ما أثرش بشكل إيجابي على معظم القطاعات يمكن أثر بس على قطاع البنوك وتحديدا سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى وده يمكن اللي عمل الصعود القوي اللي شفناه يوم الحد حوالي 150 نوطة وكان الصعود الحقيقة مقتصر على سهم البنك التجاري الدولي وحركات عرضية مائلة للصعود نسبيا في بعض الآخر زي طلعت مصطفى والمجموعة المالية هرمس فيما عدا هذا السوق عرضي في جلسة اليوم وجلسة مبارح ما زال بيتحرد داخل النطاقات الدايئة جدا اعتقد أن البنك التجاري الدولي أمامه لسه فرصة مرة تانية لمعاودة الصعود ومن ثم ممكن يدفع المؤشر على الاقتراب مرة تانية من قمته السابعة عند 6510 زي ما قلنا قبل كده احنا الرؤية على المدى المتوسط ما زالت إيجابية جدا إن شاء الله ما زال المؤشر قادر على معاودة الصعود واستهداف مناطق السبعة تلاف نوطة لكن اللي بيعوقه في الوقت الحالي زي ما قلت حقا في البداية غياب الأخبار المحفزة وبرضو التظاهرات اللي عمالة ما زالت مستمرة من قبل الطلاب خلال الفترة الحالية في بعظم الجامعات أو في بعض الجامعات بلاش أقول معظم لأنها فعلا بدأت إلى حد ما تقل شوي طيب على مستوى الشركات عم نشوف بالمهيلز يمكن ضمن الأنشط اليوم أستاذ إيهاب السهم عم نحكي عن مستويات تقريبا 552 إذا أمكن نتابع بالمهيلز اليوم الشركة ذكرت بأنها تضخ مليار جنيه تقريبا بمشروعاتها خلال 2014 وزيادة معدلات أيضا الأداء والتنفيذ بهذه المشروعات نذكر بأن الشركة أيضا ستسلم عدد من الوحدات السكنية للعملاء بمشروعاتها في شمال وغرب القاهرة في شرق وغرب القاهرة وأيضا الساحل الشمالي خلال الربع الأول من العام 2014 ونذكر بأن بمهيلز تمتلك حاليا ما يقارب الـ 45 مليون متر مربع من الأراضي معظمها في مناطق السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي بمهيلز على تراجع اليوم بحدود أربعة أشار للنقطة المئوية مستويات الجنيهين أستاذ إيهاب هذه المليارات التي ستضخط بمشاريع بمهيلز كيف تنظر إليها إلى أي مدى يمكن أن نرى مستويات سعرية جديدة بالنسبة لبالمهيلز نحن نحكي عن تقريبا جنيهين و52 حاليا يستقر عندها السهم أربع تيام تقريبا أو أربع جلسات هو السهم يتحرك في ثلاث أولوش فقط نعم اتنين خمسين اتنين أربعة وخمسين اتنين تلاتة وخمسين داخل نطاقات ديئة جدا وحتى هذا الخبر هي الشركة كانت عاملة زي ما حيك عارفها زيادة في رأس المال بحوالي 600 مليون جنيه خلال الفترة الفاتتة يمكن يكون ده هو الجزء الأكبر مثلاً اللي هيتم ضخه خلال الفترة اللي جاية من المليار جنيه اللي هم بيزعموا أن هم هيدخوهم في السوق المصري أعتقد ده يعني الشركة من الشركات القوية جدا يعني من الشركات كمان الكبيرة في قطاع الإسكان في السوق المصري من الشركات القائدة وكان عليها على فكرة في خلال الفترة اللي فاتت يعني إقبال غير عادي بالذات من المضاربين ولكن في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء حق الاكتتاب بدأ السهم إلى حد ما يتحرك في نطاق عرضي وتأثر بأداء السوق في المجمل وأعتقد أنه هستمر في هذا إلى أن تظهر محفزات بالنسبة للسوق كله وليس بالنسبة للسهم على حدة أو بسهم آخر على حدة زي ما شفنا في البنك التجاري الدولي أستاذ إيهاب أجو أن تبقى معنا مضطرين نتوقف مع فاصل قصير نتابع بعده تحليل وتفصيل أكثر بالنسبة للمؤشرات المصر